بتقام حاليا بطولة كأس الرئيس للتايكوندو المقامة في دولة غنية الاستوائية وبعتة مصر مشاركة في البطولة وحتى الان نجحت في تحقيق 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميدالات ذهبية وميداليتين فضياتين و3 ميداليات برونزية وكان اخرهم ميدالية رامي عيسى اللي حققها النهاردة من ساعات تقريبا في وزن 74 كيلو جرام اكيد نتائج مميزة لبعتة مصر التايكوندو ومنافسة كبيرة في بطولة كأس الرئيس ودي طبعا بطولة تعادل بطولات افريقيا وبنفس القوة وهي بتدخل ضمن الرنك العالمي او التصنيف العالمي او التصنيف الدولي لللاعبين ونتائجها مهمة جدا بالنسبة للاعبتنا طبعا النتائج اللي حصلت او ابطال ما اللي حصلوا على ميداليات كانت ملك عريبي ميدالية ذهبية في منافسات 73 كيلو جرام وليلي شريف ذهبية في منافسات 49 كيلو جرام معتز بالله عاصم ذهبية منافسات 54 كيلو جرام ايا شحاتة فضية منافسات 67 وهي محمد عبد وحصل على ميداليات فضية في وزن 54 كيلو شهد سامي برونزية منافسات 67 كيلو جرام وياحي حسن كمال برونزية في منافسات 58 كيلو جرام ورمي عيسى برونزية في منافسات 74 كيلو جرام طيب بطول الكأس الرئيس هتختتم النهاردة ودي اسمها الكأس الرئيس نسبة إلى رئيس الاتحاد الدولي للتاكندو ودي طبعا بطولات ضمن السلسلة أو سلسلة من البطولات للاتحاد الأفريقي وزي ما قلت هي مهمة بتدخل في نقاطها بتدخل في التصنيف الدولي يعني بعد أربع سنين من النهاردة هنحتاجها نحتاجها في إيه؟ علشان الرانك العالمي أو الدولي للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس الفين تمانية وعشرين مهاردة باعتت مصر هتخلص منافساتها في بطول الكأس الرئيس وبعدها هتحصل على راحها لحد يوم الاتنين وتبدأ من يوم الثلاثة اللي جاي المشاركة في بطولة ملابو المفتوحة بيغيني الاستوائية في فئة الجي تو وده هو العرف في البطولة الأفريقية طيب الدولة اللي بتنظم طبعا بطولة أفريقيا ده العرف اللي متبع بطولة من بطولات القرى بعدها بتنظم بطولة قاصة بيها وده شيء كويس طبعا المنافسات الكتير الدولية واللي بتكسب اللاعبين الخبر وبرضه بتدي فرصة لللاعبين أكبر أنها يعني تجمع نقاط وتقدر أنها تتأهل من خلالها لدورات الألعاب الأولمبية تمنى من كل الاتحادات أرزولني على صوت شوية بس يعني هقول كلمتين أتمنى من كل الاتحادات بعد الانتخابات إن شاء الله اللي طبعا الكل مهتم بيها دلوقتي نشارك في البطولات الكبرى علشان نقدر نأهل عدد كويس من اللاعبين تمام خصوصا الاتحادات اللي بتعتمد على الرانك أو النقاط العالمية أو التصنيف العالمي زي الألعاب الفردية ومعظمها طبعا بيكون الألعاب فردية لازم يكون عندنا إن شاء الله أكتر من لعب ولعبة فيه أو أكتر من لعبين طبعا يكونوا مشاركين فيه أو مؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية اللي جاية وما تكونش الحكاية تمثيل مشرف خلاص بها كفاءة اللي حصل في باريس وطبعا الحمد لله ربنا أكرمنا في الآخر ده أبو فادة برانز ولكن اللي هيروح إن شاء الله يشارك في لوسانجلوس لازم يروح ينافس مفيش أعذار مفيش مبررات مفيش أي حاجة غير منافسة على ميداليا لازم تعلم من أخطاء الماضي علشان نعمل إنجازات للمستقبل لأن الرياضة المصرية تستحق مننا كده الدعم اللي بتقدمه الدولة للرياضة المصرية وللاتحادات ولللجنة الأولمبية مصر تستحق أكتر من ثلاث ميداليات اللي حصلوا في باريس فموضوع بقى إن إحنا نتكلم بعد كده في المراكز مش عايزين نسمعوا من دلوقتي دلوقتي كل الاتحادات نتمنى يعني حتى في الانتخابات كل اتحاد يقدم للجمعية العمومية أو الأندية تمام برنامج الناس اللي داخل قائم الانتخابية كل قائمة كده تقدم برنامج هنعمل إيه؟ وهنخلي إيه؟ وهنجيب كم ميداليات أولمبية والكلام ده يعتمد عليهم ويوثق في وزارة الشباب والرياضة عشان اللي ما يعملش نيجي بنتكلم معاه بعد كده يعني تمنى يعني ما عارف إنه ممكن ده ما حصلش ولكن ده اللي احنا بنتمنى لازم ما يكونش الكرسي هو الشغل الشغل للأفراد أو القائمة لدخل الانتخابات الشغل الشغل ليك وهمك بكلمك على دخل أي انتخابات همك يكون ميداليا أولمبيا المصر بنشتغل على كده مش موضوع منصب والقتال القتال اللي بنشوفه كل انتخابات اتحادات على المنصب وما بنشوفش نتائج كل واحد بيقضي بيعمل ايه يزبط الاندية اللي في الجمعانة المومية وبعد كده حط بقى شو التعجزية علشان يقصي بعض الاندية ويقالي للمرشحين والكلام ده كله اللعبة الانتخابية اللي دايما أنا ما بحبهاش يعني ما بحبهاش بجد والله أنا بحب اللي يخش الانتخابات الاتحادات يقدم كده يعني مذكرة أو يقدم برنامج انتخابي يقول أنا هدخل للتحاد ده هعمل واحد اتنين تلاتة حقق ميداليا أولمبية حقق ميداليا عالمية حقق ميداليا ايا كانت بس يكون الموضوع واضح من البداية لان اللي حصل في باريس كان دايقنا كلنا قد صدمة لنا كلنا طبعا وبعدين جي بعد كده كل التحاد بدأ يتكلم ويقولك أنا جيبت مركز رابع وجيبت مركز خامس وجيبت مركز تامن من تامن فرق يعني جيبت تامن من تمانية ويقولك أنا جيبت مركز تامن طبعا الشعب المصري بحب الرياضة بيفهم الرياضة ومحدش بقى رفتحك عليه فمن دلوقتي لداخل الانتخابات أرجوكم ركزوا في خدمة مصر خدمة الرياضة المصرية خدمة الرياضة المصرية بمعنى نحقق ميداليات أولمبية ده آخر كلامي أنا مش هادر أتكلم كثير عشان تعبان ف يلا الحمد لله